السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومحبا بكم في قناتنا والام البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد وصفتنا اليوم عبارة فطائر بشكل جديد الاشكل وعيدة البنات كي يجيوا وعاوعة وعاوعة البنات وكي يستحقوا الجايبة كي يجيوا خفاف ولدات والاهم انهم اسفنجين كي يستحقوا الجايبة البنات جابوهم القوتي او الوليداتنا المضاثة علاش الله وما تنسوش تصلوا لي هذا الفيديو الاكبر عدد من لايكات والبنات جدد ما تنسوش تشتاكوا في القناة وتفعلوا الجهاز باش هكا تصلوا ديما بالجديد نبدو على بركات الله في طريقة تحدي بنسبة المكونات كما تلاحظوا معي بساطين هدو همون مكونات نحتاجوا نصف كيلو من الدقيق ربع كاس زيت نصف كاس من سكواح وبيبات ياغوت طبيعي معلقة مملوء كبيرة مملوء زبدة شوية الخميرات الخبش شوية الملحة بيضة صش من الفانيو صش من الخميرات الحلوية وبالنسبة لما على حسب بالخاليط هنعباليكم ان شاء الله في الاخير ماش حل دخدت الياديا لما في الاول كنناخدوه من نصف كيلو من الدقيق كنضيفو عليه صش من الفانيو صش من الخميرات الحلويات كنضيفو نصف كاس سكواح وبيبات الملحة تخميرات الخبز كنضيفو بيضة كنضيفوه بعكس من الزيت كنضيفو ياغوت طابعي كنضيفو معلقة من الزبدة بالنسبة للزبدة كتكون لينة معلقة مملوءة من الزبدة كنضيفو نجمعو فاد الخاليط وكان بقاو نضيفو الماء تدايجيا بالنسبة لما ان شاء الله نعباليكم بكاس ديال لعنبا هناخد كاس اللون نعمه باش بالنسبة للبنات المبتدئات كي يقولوا لي بلي انهم بغوا العباد ديال اي حاجة كان قدها بغوا انني نبقى نعباليهم فادل اثناء كنبقى نجمع في الخاليط وكان نضيفو الماء تدايجيا شوية بشوية هناضفت كاس اللون كل لبنات ديال لما هنضيف دبعو بعد كاس ديال لما لبنات يعني اخدت لي كاس و بعد ديال لما ما تخليوش العجينة قاس حالبنات من الاحسن ان العجينة تجي لي هنا باش انها تعطينا مفعول ديالها وتجيونا الفطائي مهوين من الدخل انتو ما كتلاحظوا معايا من بعد الماء جنتها انا اخدت لي كاس وابع من الماء القوام ديالها كما كتلاحظوا معي كتبقى باقة كتلسق في الايدين ديالنا انتو ما كتلاحظوا معايا القوام ديالها كان ناخد شوية ديال الزيت كان دهنور اليد ديالنا بشوية ديال الزيت وكان دهنور ديال الفطائه كله فدل اتنا كنخليوها جانبان البنت كنخليوها بلاستيك عيدائي وكانخليوها جانبان حتى تختامه انتو ما كتلاحظوا معايا ضاوي اننا ننغطيوها جيدا البنت مش ميدوسش لها الهواء وتكولي نلقشها من الفوق من بعض المخمات ليا العجينة كما كتلاحظوا معايا كيكون السمك ديالها البنت ضعف ما كتبقاش العجينة كما حطيناها قايبان انا خليتها خمسة وابعين دقيقة اللي خدت ليا ديال الوقت حتى اخمات نتو ما على حسب الجوع على حسب الخمياء اللي داتو كو من نسبة الجويلة كان بعدها البنت نضعفوه الخمياء كان هاد سخون ضغياء كتخما معنا العجينة انتو ما كتلاحظو معايا كان ناخدو شوية ديال الدقيق كان نحطوه فوق سطح العامل وكان خوية الخليط ديال العجينة ديالي فوق الدقيق نضاوي اننا نبقوا نخدموه بدقيقة البنت باش ما نحاولو اننا ما تبقاش تلاسق معانا العجينة لان العجينة كتكون طائية ممكن نبقوا نقص مواد العجينة على حسب الكوية اللي بغيتو ممكن الى بغيتو فطائية صغر تعملوهم صغر بغيتو فطائية كبار عملوهم كبار انا عملت الفطائية البنت هنا كبار 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 شوية انتو ما على حسب الاختيار ديالكم الى بغيتوهم صغر من الاحسن البنات يكونوا متوسطي الحجب انتو ما كانت تحكموا ديالكم في العجينة كنعملوهم من بعد مقطعتهم كلهم انعملوهم كلهم كوياتة بنفس الحجم ما تكون شي وحدة صغيرة وشي وحدة كبيرة بالاحسن انهم يكونوا بنفس الحجم من بعد ما قطعتهم البنات انتو ما كانت تلاحظوا معايا كلهم ما قصيبتهم انا خاشت من هما البنات عشاد الكويات انتو ما كانت تلاحظوا معايا من بعد ما من بعد ما قديتهم خليتهم شوية مرتاحوا وقطيتهم خليتهم مرتاحوا كان ناخدو شي كاس او شي زليفة صغيرة كان نضغطوها من الواسط كان نضغطوه في الدقيق وكان نضغطوه من الواسط بهالطريقة البنات طريقة سهلة وكان استعنوه بالدقيقة البنات داري انكم تعملوه الدقيق تحت الفطياء باش نتجنبو ان الفطياء تلاسق لنا كان ناخدو سكين كان بقاونا نضغطوه بهالشكل البنات كما تلاحظوا معايا حتى السكين البنات اللي حسيتو به كي تلسق نضيفو في شوية ديال دقيق ونبقوا مستمعين وحنا كان نضغوه بحشكل ديال بحشكل ديال ويضاء وفافعة انتم ما كتلاحظوا معايا السكين ضاوي انه يكون ميل بالحسينة بالعاجينة ما ضغطناش عليها مزيانة لبنات كنعودو بالسيكي ما كان قطعوهاش هالبنات العاجينة كنضغطوه عليها جيدا بحلاعة كنشاطوها من الفوك وفادل اتنا كان ناخدو فورشيت كان نتكوهد الواسط بنسبة للواسط كنضغطوه عليه بالكاسة لبنات او شيز ليفا وكان قوى نضغطوه عليه بالأصبوع ديالنا بش يكون السمك دياله عقق بالزافح لانه باقي يتنتفخ ونتقبوها جيدا بالفوشيت باش ما نشد انبوه انه يتنتفخ لنا من بعد باش يبقى لنا الشكل الديال الفطائي على شكل ويدا ناخد معاكو وحدا خالبنات باش تشوفو كان ناخدوها كواكاس او شيز ليفا اللي كتكون ملتحتها كم قدأ كنت ناخدو شوية ديال دقيق في الأصبوع ديالنا كان بقوا نضغطو بهذا الشكل نضغط على الفطيهة نضغط على الفطيهة كما قلت لكم داوي انكم تكوهوها بالفشيت وعايت نفخولكم في الفان من بعد المخمع ليا خليتهم جانبا حتى خمع حتى الضعف ليا الحجم ديالهم كننخذ اصفر بيضا وكننخذ شوية ديال الحليب وقاطات ديال الخل كننخلطوه مع اسفر بيضا وكنندهنوا بهذا الفطيهة من الفوق ممكن ان نخلطوه الحليب مع الخل على حساب الاختيار ديالكم هنا نخلط اسفر بيضا مع قاطات ديال الحليب وقاطات ديال الخل وكنندهن هاد الفطيهة ديال كلهم من الفوق كنندهنوهم جيدا باش ياخدوا ليعطونا ذاك اللون دهبي اللي شفتوا معايا في الصورة كننخذوا شوية ديال السيمسيم كننعملوها في الواسط كننخذوا حبة السوداء بالنسبة لكم انتو ما على حساب الاختيار ديالكم اي حاجة عندكم اللي بنات متوفا عندكم في البيت كتضيفوها كننخذ شوية ديال اللوز ايفيلي كننهاسو كنحطوها في الواسط حتى هو اي حاجة متوجد عندكم اللي بنات كتضيفوها انا تزين بسيط و تزين كيبقى على حساب الاختيار ديالكم انا هكا ندخلهم الفائنا البنات بالنسبة للعافية تكون من طوصة مديوش العافية مجهدة باش يطيبوا على خطاهم من بعد ما طابوا ليه البنات انتو ما كتلاحظو معي ما كياخدوش معانا وقت طويل في الفائنا البنات ضغية كيطيبو ها هما البنات من بعد ما طيبتهم كيوليوا اسفنجيين البنات وكيستحقوا جايبا مكونات ليهو مبساطين كنعملو فطايا اوعا اوعا البنات وكيستحقوا جايبا نقسم معاكم وحيدة باش شوفوا الشكل ديالها من الواسط كيجيوا اسفنجيين البنات صدقوني لجابتهم ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم والما داك ما نعود لكم شعليه وبنسبة للزين كيبقى على حساب الاختيار ممكن انكم تدهنوهم بشوية ديال الموابه ممكن تخليو محكا بحالي كنكتفي بالحلاوه اللي عندهم الداخل ما بريدش نزيد الحلاوه بزاف وانتو ما كيبقى ليكم اغباليكم الليبنات اه دا اول فيديو ديالي وما تنسونيش من لايكات ديالكم والدعوة ديالكم الليبنات يلا بسلام عليكم اطلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله